الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وردها على محمد جواني فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالتوك توك هذا المقطع اللي كانت تقصف بيه جواني وفايز كنفش رح حطيكم المقطع تفتهمون أكثر إنما يكثروا اللي عم يحكوا عليك ويبنشوا يألفوا قصص تأكد إنك أسطورة كانت العينهم حارق دمهم وضغطهم طرشولة طبعاً كيد واضح تقصد فايز كنفش وجواني والقصة مها الاختطاف أخت فايز كنفش نقصة يعرفون عليها وإنه عساس بيساني الخط فأخت فايز الخبر الثاني اللي عدنا عن أحمد أبو الروب وهي ناجي القاق وليش ناجي القاق معصب من أحمد أبو الروب فناجي نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات هو أحمد أبو الروب دي يقول لي ليش ما صورنا مقطع ماينكرافت وإنه عساس هو السبب من أحمد أبو الروب شوفوا يا إيما تبدو نصور ماينكرافت أنا اسمع عاد فترة أنا أرن عليك لا أنا اللي بترجاك ما تقعد تحكي أنت أفترن علي قدام المتابعين كزاب كزاب دائما برن عليه يا جماعة طبعا الموضوع بيناتهم مزح مو أكثر وأتوقع أنه إن شاء الله هاي جمع بيناتهم لح تطلع عنا مقاطع خرافية إن شاء الله الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد جواني ومرسال بعد ما مرسال نزل أغنية الجديدة طالع على السماء العالي هو من الكم انتصر تجي أنه هو كان يقصد جواني بيها ولكن جواني طلع ونفى هذا الموضوع كلياً بحيث جواني نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات دعم بيها وبارك على أغنية مرسالة جديدة ودعم الأغنية وحاط رابطها وطلب بالمتابعين روح يشوفوها فاشوفوا الستورية ثاني شغالي فيه غنية اسمها طالع على السماء العالي لمرساله بتقال له ألف مبروغ على غنية وآسف أني عدت أصير بس والله كنت مجغول مبروغ مرسال غنية لما شاب غنية مرسالة الجديدة والما شاب الجبهات هي عبطين مع طيارته يرفع شاش لفو ويروح يشوفها بد أن نقلل للناس وتكتبلوا في الكومنتات متابعين جواني وبس والله هنا وصل نهاية المقطات من المقطع إجابكم لسا تحطوه لك واشتركوا بالقناة وشانا ياكم فيت زي مقارة من ملكة القصص ومع السلامة